في الأكوال انتصالت نالت بالقرب البركات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله من الأخبار اللطيفة في أحوال الحيوانات أو بعضها مع النبي صلى الله عليه وسلم منها ما خدمه به العنكبوت والحمامة في يوم هجرته صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ومعه الصديق وليس معهما أحد ونزلا في ذلك الغار مختبئان من هؤلاء الكفار المشركين والله سبحانه وتعالى يرعاهم بعين عنايته وسيدنا أبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار يا رسول الله لو أن أحد النظر إلى موضع قدمه لرعانا فيقول له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما والحق سبحانه وتعالى له تصريف عجيب في هذا الوجود ولا يعلم جنود ربك إلا هو كلم الله موسى من شجرة وأهلك نمرود بحشرة وهدم ذلك السد فسال منه السيل العرم بفأرة أكلت طرف ذلك السد وهكذا لا يعلم جنود ربك إلا هو فجعل الله سبحانه وتعالى لهذه الحمامة ولهذا العنكبوت مع ضعفهما الشرف الحماية لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يحتج إلى الدروع ولا إلى الجيوش ولكنه حفظه الله سبحانه وتعالى بهذين الكائنين حشرة وحيوان طائر صغير ليعلم الخلق أن قدرته مطلقة سبحانه وتعالى هذا الجانب الإعجازي الذي يظهر القدرة الإلهية الجانب الآخر الذي نتكلم عنه هو التشريف من الله لهذه الحيوانات وهذه الكائنات أن تكون خادمة أو محبة أو تظهر شيئا من الخدمة للنبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن قضية عجيبة جدا جدا وهو أن النمرود لما أراد أن يحرق سيدنا إبراهيم فأشعل النار الكبيرة جاء أن هناك وزغة كانت تنفق في النار لتزيد اشتعالها وأن الضفدع كان يبصق في النار يريد إطفاءها فلا نفخ الوزغي يعمل شيء ولا بصاق الضفدع يعمل شيء في النار الهائلة الكبيرة ولكن النية كان لها تأثير كبير فكان سنة قتل الوزغ وكذلك من السنة ترك الضفدع وعدم قتلها فهذه كذلك قالوا لما أن هذه الحمامة وهذا الزوج من الحمام باض على مدخل غار النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله لهذا الحمام ولنسله البقاء ولذلك يقول العلماء أن الحمام الذي نراه في الحرم المكي وهو الحمام المشهور بحمام الحرم والحمام المكي رصاصية لون أن هذا الحمام كله من نسل ذلك الزوج الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك البيضتان التي كانت على فم غار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعنكبوت الذي حمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له هذا الشرف هنا لفتات بسيطة لطيفة لنا نحن في أننا وإن كانت قدراتنا بسيطة وإن كانت إمكانياتنا ضعيفة فلا ننظر إلى قدراتنا بل ينبغي لنا أن نؤدي ما استطعنا فإذا كانت النية خالصة لله وحبا لرسول الله في خدمة دينه في حمايته في سنته في نشر دعوته نعلم أن الله سبحانه وتعالى سيثمر وينمي لنا هذه النيات فينا وفي ذرياتنا وفي من بعدنا هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده أن يفعل مع من خدم أنبياءه فكيف بسيطة الأنبياء وأفضل الأولياء عليه أفضل الصلاة والسلام بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمات في أعلى الدرجات جذع حنى وسلم